السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في نشرة أخبار الكوت دعت المرجعية العليا في العراق السياسيين والعسكريين إلى دراسة الأسباب التي أدت إلى سقوط مدينة المصل بيد تنظيم داعش قبل عام مشددة على أهمية التصدي للإشاعة التي أصبحت في مقدمة أسلحة تنظيم داعش في العراق دعوات المرجعية تزامنت مع أعلان قائد عملية نينوى انطلاق معركة السعادة المحافظة من يد التنظيم فيما شهد محيط مدينتي بيجي والرامادي تقدما للقوات العراقية المشتركة في تحرير المزيد من المناطق كما تؤكد مصادر أمنية عراقية مقتل العشرات من مسلحي تنظيم داعش في قصف للقوات العراقية في مدينة الموصل وعدد آخر من المناطق الممتدة حتى الحدود مع سوريا والتي شهدت جبهتها الجنوبية تقدما للجيش بعدما استعادت سيطرة على الأجزاء التي سبق أن فقدها في قاعدة الثعلة الجوية سيطرة الجيش السورية على القاعدة جاء بمساعدة أهالي المدينة والدفاع الوطني فيما نددت الخارجية السورية بدعم بعض الدول الإقليمية للجماعات المسلحة واعتبرت أن المدازرة التي شهدتها بعض المناطق ومن بينها مدزرة قلب اللوز في أدلب لم تكن لتحدث لو لا دعم هذه الدول للجماعات الإرهابية ومع سمرار الاستباكات على امتداد الجغرافية السورية تزداد معاناة اللاجئين السوريين داخل حدود سوريا وخارجها فيما تواصل الكويت كعادتها جهودها الإنسانية لبلسمة جراح الأشقة وتقديم يد العون للتخفيف من معاناتهم فأوفت بكامل التعهدات التي تعاهدت بها خلال مؤتمر المانحين الثالث الذي استضافته في مرس الماضي كما دعت المجتمع الدولي للتحرك بوطيرة أسرع لفرض حل سياسي ووضع حد لهذا الصراع الدموي اشتركوا في القناة